صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك مسلم ابن عقيل ما خاب ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا فوزا عظيمة حكم الإله بما جرى في مسلم والله ليس لحكمه تبديلوه آوته طوعة مذأتاها والعداء آوته طوعة مذأتاها والعداء من حوله عدوا عليه تجولوه فأحس منها ابنها بدخولها في البيت أن البيت فيه دخيله فمضى إلى ابن زياد يسرع قائلا فمضى إلى ابن زياد يسرع قائلا بشرى الأمير فتنما عقيله فدعت دعي جيوشه فتحزبت يقف على أثر القبيل قبيل إيييييي يائيييييييييييييه سَلْمَا جَرَاية جُمَلًا وَدَعْ تَفْصِيلْهُ فقليله لم يحصه التفصيل سلما جرى جملايا ودع تفصيله فقليله لم يحصه التفصيل ماذا جرى قتلوه ثم رماوه من أعلى البناء وعلى الثرى سحبوه وهو قتيله ربطوا برجلي الحبال ومثلوا في فليت أصابني لتمفي مصيبتهم مصيبة صدع الأجبال أو من قبل المشي أيب الشيء بالأطفال ولت شيء أيب الأطفال شفت ميت يجرون بالأحبال يا صاحب لا تظن صارت مثله أو يجي يجي ناعي مسلم ابن عقيل شائل رأي سوداء الإمام الحسين وين الإمام الحسين في زرود أو يجي ناعي مسلم ابن عقيل حأم الخبر مقتل مسلم ابن عقيل يقول لما وصلت إلى زرود شفت بنات صغار بنيات صغار يلعبن أمام الخيام ثلاث سنوات أربع سنوات يلعبن وأكو طفلة منزوية معزولة حزينة كئيبة دمعتها جارية على خدها قلت لها بنية ما أعرف بنية ليش متلعبين مع الصغار مع البنات ليش أنت هكذا قالت إن أبي مسافر وأنا أنتظر والدي ما رجع راح والدي وما رجع يقول ما أعرف قلت لها بنية أنا ناعي مسلم ابن عقيل أحمل خبر مقتل مسلم ابن عقيل اذهبي إلى الإمام الحسين وأخبريه أنا الناعي وين الإمام الحسين يقول نظرت إلى هذه الطفلة صارت تتمرغ بالتراب أخذت التراب تحث التراب على رأسها يا أبي أفجعتني أفجعتني من بين البنات من بين البنات أفقدتني تتقلي الأب مات أفقدتني تتقلي الأب آية يا أما آية جاء بها الحسين جعل يمسح على رأسها بنية بنية أنا أبوكي بناتي أخواتكي قالت عم أبا عبد الله أنت خير ما أضلت الخضر وما أقلت الغضر ولكن ما أحلل بينت لو ناداها أبوها باسمها يا عمي أي ما تقل بويوانا من زمان ما بيّن علينا أي دمعة دمعة على مسلم من عقيل الليلة من زمان ما بيّن علينا واخبار منا ما تجينا أي مجن أبيج يا أهاية يا أتلين أقول سادة موالين شيعة الحسين مسح على رأس حميدة لكن من الذي مسح على رأس سكينة وهي واقع على جسد المولى أبي عبد الله تدرون من مسح على رأسها أقبل إليها شمر وزاجر جعل يضربانها بالسياط وهي تنادي أبا 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 أهكذا يفعل بعزيزتك أهكذا يفعل بحبيبتك أبا 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 أب وليدي إيك إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قضى الله حوائجكم يسر الله أموركم عطروا المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد رحم الله أمواتكم الثانية لتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان الثالثة رحم الله أمواتكم الثالثة الآية الكريمة وضعت شرطين من خلالهما ينال الإنسان السعادة والفوز بالجنة الشرط الأول التسليم المطلق لله التسليم المطلق لله تبارك وتعالى ولأوامره وعدم التفريق بين هذه الأوامر الآية تقول بلا من أسلم وجهه لله إسلام الوجه يعني الخضوع يعني التذلل يعني الإنقياد الشرط الثاني ما يترتب على التسليم من القيام بالأعمال الصالحة الإحسان في شتى المجالات في مختلف الأصعدة من أسلم وجهه لله وهو محسن محسن يعني القيام بالإحسان القيام بالأعمال الصالحة إذن الآية الكريمة وضعت شرطين من خلالهما ينال الإنسان السعادة والفوز بالجنة أولا الإسلام ما المقصود بالإسلام الإسلام لماذا سمي بالإسلام سؤال الإسلام لماذا سمي بالإسلام سمي بالإسلام لأن فيه التسليم فيه الخضوع فيه الإنقياد فيه التذلل وهذا التسليم يقسموه إلى قسمين القسم الأول تسليم ظاهري إسلام ظاهري هذا الإسلام الذي به يحقن الدم والمال والعرض لإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حقن بذلك دمه وماله وعرضه لكن هذا إسلام ظاهري مو إسلام حقيقي بعض الناس إسلامهم إسلام ظاهري بنو أميّة إسلامهم ما كان إسلام حقيقي إسلام ظاهري الإمام الإمام أمير المؤمنين يتحدث عن إسلام بني أميّة يقول والذي فلق الحب والذي والذي فلق الحب وبرأ النسم ما أسلموا ولكنهم استسلموا لم يعرفوا من الإسلام إلا إسمه ومن الدين إلا رسمه ذو لبن أميّة لما دخل رسول الله إلى مكة فاتحا يلتفت أبو سفيان إلى العباس عم النبي يقول يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمة قال ويحك ليس الملك قضية مو قضية قضية نبوة ورسالة مو قضية ملك انطلق إلى أهلك وعشيرتك وليدخلوا في الإسلام إجا أبو سفيان استقبلت زوجته هند قالت له جئت تدعونا إلى الإسلام قبّحك الله من وافد قوم صاح أبو سفيان لا تغرنكم المرأة إني رأيت محمد في عشرة آلاف فارس إني رأيت محمد في عشرة آلاف فارس كلهم يحملون الحديد والسلاح أسلموا هاي كلمة أبو سفيان أسلموا تسلموا تسلموا يعني إسلام يعني إسلام شكلي إسلام ظاهري إسلام خوفاً من السيف حفاظاً على المواقع والمراكز أسلموا تسلموا بنوا أمية ما كان إسلامهم إسلام حقيقي بعد مدة بعد فترة يجي أبو سفيان إلى قبر حمزة عم النبي وقف عند قبر حمزة وركل القبر برجله ضرب القبر برجله ويقول أنائم أبا عمار نايم إن الأمر الذي تجالبنا عليه بالأمس لقد أصبح بيد غلماننا انتهت الأمور ويبعد أبو سفيان في مجلس الخليفة الثالث وقد فقد بصره صار أعمى قال أكو بالمجلس واحد غريب قال له لا كل إحنا قرائب ماكو واحد غريب قال تلاقفوها يا بني أمية تلاقف الكرة والذي يحلف به أبو سفيان لا من جنة ولا من نار ترى كل شيء ما أكو هذا إسلام إسلام ظاهري إسلام شكلي وهناك إسلام إسلام الوجه الإسلام الحقيقي الإسلام الواقعي قد تقول اليوم ليش الناس عايشة الشقاء والتدهور والرجوع إلى الوراء ليش لأن إسلامنا مو إسلام حقيقي إسلام شكلي إسلام ظاهري ما نتعامل مع المضامين نتعامل مع الشكليات وإلا أين نحن عن الإسلام الحقيقي أين نحن عن الإسلام الواقعي الإسلام الحقيقي أن أطبق العدالة الإسلام الحقيقي أن أعيش الرحمة بين الناس الإسلام الحقيقي أن أعطف عليك وتعطف علي أين نحن عن قيم الإسلام وتعاليم الإسلام إذن إسلام ظاهري وإسلام حقيقي هناك تقسيم ثاني للتسليم إسلام في عالم التكوين وإسلام في عالم التشريع شنو يعني إسلام في عالم التكوين وإسلام في عالم التشريع في عالم التكوين أكو حوادث أكو ابتلاءات أكو مصائب تمر على الإنسان تارى هو سببها بسبب وتارى لا خارج عن إرادته المفروض بالإنسان أن لا يجزع المفروض أن يصبر هذه الحوادث التي تمر على الإنسان لا بد للإنسان أن يسلم أمره إلى الله تبارك وتعالى ما يجزع المؤمن يعيش لذة الارتباط بالله التسليم إلى الله الإطمئنان بالله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الإمام يقول المؤمن الإمام الصادق صلوات الله عليه المؤمن لا يكون إلا على خير المؤمن لا يكون إلا على خير بشدة برخاء هو على خير ملك الشرق كان على خير ملك الغرب كان على خير قطعت أعضاؤه كان على خير لماذا؟ لأن المؤمن يعيش لذة الارتباط بالله التسليم إلى الله اللجوء إلى الله يسلم أمره إلى الله يصبر ميزع المؤمن هذا إسلام في التكوين وأكو إسلام في التشريع شنو يعني إسلام في التشريع يعني نسلم لشريعة موسى لشريعة عيسى لا شريعة موسى شريعة عيسى منسوختان اليوم ما يقبل منك إسلام إلا شريعة خاتم الرسل محمد الله الله وهذا الإسلام نصور في مجالين المجال الأول مجال العقيدة المفروض بالإنسان أن يأخذ الدين العقيدة عن طريق الدليل والبرهان نتسلح بالعلم ولا تقف ما ليس لك به علم سلح بالعلم سلح بالدليل سلح بالبرهان عندك دليل على إيمانك على عقيدتك عندك دليل في التوحيد عندك دليل على النبوة عندك دليل على الإمامة ولذلك نمتلك الأدلة اليوم إحنا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن عليًا ولي الله عدنا أدلة عدنا براهين نؤمن بإمامة الثاني عشر الذي ننتظره اللي يخرج يملأ الأرض قصطا وعدلا بعدما ملئت ظلما عدنا دليل على هذا إذن في مجال العقيدة نتسلح بالدليل بعد في مجال الأحكام الشرعية كل حكم شرعي يصدر يصدر وفق المصالح والمفاسد الأحكام لا تنبثق لا تنطلق إلا وفق المصالح والمفاسد الله عز وجل لما يأمرنا بشيء يعني أكو مصلحة لما ينهانا عن شيء يعني أكو مفسدة لكن هل من الضروري أن أطلع على المصالح والمفاسد أن أعرف ما هي المصلحة ما هي المفسدة لا مو من الضروري لأن العلاقة القائمة بينك وبين الله علاقة العبودية أنا عبد إلى الله وعلى العبد أن ينفذ أوامر الله يدخل شاب على رسول الله قال يا رسول الله أريد أن أدخل في الإسلام أريد أن أصير مسلم قال تشهد الشهادتين تشهد الشهادتين قال لكن ما أقبل إيمانك ولا إسلامك إلا بشرط قال شنو الشرط قال الشرط أن تقتل أباك فراد يمتحنه يختبره الشرط أن تقتل أباك هذا الشاب نهض قام قال أفعل يا رسول الله أفعل قال اجلس إنا لم نأمر أحدا بقتل أبيه لكن الآن علمت أنك لم تتخذ في إسلامك وليجة يعني إسلامك إسلام خالص إسلامك إسلام حقيقي الله عز وجل يريد يزرع روح العبودية عند الإنسان يخليه عبد لله تبارك وتعالى العلاقة القائمة بيني وبين الله علاقة العبودية الله عز وجل لما يأمرني لازم أنفذ لما ينهاني لازم أنتهي لأن أنا عبد وعلى العبد أن ينفذ أوامر مولاه ومن الضروري أن أعرف ليش الله عز وجل أمر بهذا الحكم ليش نهى عن هذا الحكم في بعض الأحيان ممكن نصل إلى علة الحكم لكن بعض الأحيان من أدري ليش صلاة الصبح ركعتين ما أدري ليش الذبح لما واحد يروح للحج كون يذبح ليش الطواف ليش السعي ليش الرمي ما أدري أنا عبد إلى الله تبارك وتعالى والعبد عليه أن ينفذ أوامر مولاه واحد يطب على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لسيدي ما أدري رواية تقول تفاحة رواية تقول رمانة يقول لسيدي هاي التفاحة أنت إذا تقول نصفها حلال ونصفها حرام أنا أأكل النصف الحلال وأترك النصف الحرام أنا مطيع أنا أنفذ أنا أطبق الشريعة أنا أتعبد بأحكام الشريعة المفروض بالإنسان أن ينفذ أوامر الله تبارك وتعالى أن يطبق أوامر الشريعة بلا اعتراض بلا نقاش يجيك شاب يقول هذا الحكم ما يعجبني هذا الحكم ما داخل بعقلي هذا الحكم الشرعي أنا ما هاضمة شنو ما هاضمة شنو عقلي عقلي شنو عقلي هو عقل الإنسان وين وصل عقل الإنسان وين وصل وعقلك ماذا يدرك اش تعرف أنت كثير من الحقائق كثير من القضايا مجهولة من يعرفها شنو عقلك الشريعة ما تقاس بالعقول ما تقاس بالعقول أول من قاس هو إبليس شوف إبليس وين وصل حاز مراتب التوحيد كلها يعتقد أن لله الولاية المطلقة ولاية التكوين ولاية التشريع أن لله كل شيء لكن لما أمره بالسجود أباوى استكبر ما عد تسليم عملي ما عد طاعة ما عد انقياد ما عد تذل للشريعة أول من قاس هو إبليس الشريعة ما تقاس بالعقول واحد يطب على الإمام الصادق صلوات الله عليه يسئل مسألة شرعية يقول سيدي ما حكم من قطع اصبع امرأة في باب الديات شنو حكمه شكثر يعطي قل يطي عشر من الإبل قل إذا ثنيا قل يطي عشرين قل إذا تلاف قل تلافين قل إذا أربعة قل عشرين عجيب سيدي إذا اصب عشر من الإبل إذا ثنيا عشرين إذا ثلاثة ثلاثين إذا أربعة عشرين المفروض العدد يزداد قال مهلا مهلا إن الشريعة لا تقاس بالعقول إن الشريعة إذا قيست محقت الدين الأحكام ما تقيسها بعقلك العقل الناقص أنا عقلي ناقص إيش أعرف أنا من الأحكام الله عز وجل هو الذي يعرف أنا ماذا أدرك أنا لا أدرك شيئا أنا لا أعرف شيئا الله عز وجل هو الذي يعرف يأمرني أنا علي أن أنفذ علي أن ألتزم بعدين للإمام يبيل السبب ويقول المرأة عاقل الرجل إلى الثلث إذا زادت رجعت يبيل القضية فإذن مسألة التعبد مسألة التسليم الإنقياد للشريعة شوف هذا التسليم هذا الإنقياد تلقيا عند المولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شلون عنده تسليم شلون عنده تذلل شلون عنده انقياد يقول يا علي نم في فراشي ما أقل له شنو القضية وليه شو شنو الأسباب وآن ش راح يصير وراح أقتل أو ما أقتل لا 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 يا علي نم في فراشي سمعا وطاع يا رسول الله ونام في فراشي رسول الله يقيه بنفسه وهذا الموقف الله عز وجل باهى به ملائكة السماء سادات الملائكة جبرائيل وميكائيل إني جعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فمن منكما يؤثر أخاه على نفسه اثنينات هم رادوا البقاء ذول سادات الملائكة الله عز وجل يقولهم هل لا كنتما كحبيبي علي تعلموا تعلموا من أمير المؤمنين اهبطا إلى الأرض وحفظاه من كيد الأعداء جبرائيل عند رأسه ميكائيل عند قدمه وهما يقولان بخن بخن لك يا ابن أبي طالب هنيعا إلك بخن بخن لك يا ابن أبي طالب لقد باهى الله بك ملائكة السماء صير مسلم واقعي مسلم حقيقي مسلم مو بالأقوال بالكلمات لا بالعمل بالسلوك القرآن يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواء مسلم بالهوية لكن يعبد المنصب يعبد الجنس يعبد الأهواء يعبد الأموال صير مسلم حقيقي صير مسلم واقعي اسم على مسمى مسلم ولكنه يعبد المنصب ابن أبو الحديد المعتزل يقول في شرح النهج أبو مسلم الخراساني لما أخذ زمام الحكم قتل عشرة آلاف كلهم من ولد فاطمة وهذا يسموه مسلم مسلم زياد ابن أبيه مسلم هذا مجهول النسب ما معروف أبو منه ما معروف أبو منه لكن إجي معاوية ألحقه بأبيه أبو سفيان صار يعرف زياد ابن أبي سفيان وإلا هو مجهول النسب ويمر زياد ابن أبيه على رجل اسمه ابن أبي العريان عمره سبعين سنة مكفوف البصر أعمى أعمى يسمع رجال وأصوات وخيول قال من هذا الذي مر عليه قال له لهذا زياد ابن أبي سفيان قال أنا عمري سبعين سنة عمري سبعين سنة ما سمعت أن أبا سفيان عند ولد اسمه زياد أولاد أبو سفيان معروفين فلان فلان لكن ما عند ابن اسم زياد يجوا إلى زياد قال له لأن الرجل يتكلم عليك دزل ميتين دينار ميتين دينار قلبت رأسا على عقب بدلت غيرت باليوم الثاني يمر زياد على هذا الرجل وإذا به يبكي دموع جاري ليش تبكي يقول أنا لما سمعت صوت زياد تذكرت بصوته صوت أبو أبو سفيان ميتين دينار قلبت رأسا على عقب غيرت صير مسلم حقيقي صير مسلم واقعي مسلم يطبق الشريعة مسلم مو بالأقوال مو بالشعارات مو بالكلمات بالعمل بالعمل بالسلوك بالتطبيق وهذا المعنى نجده عدما عند صاحب هاي الليلة اسم على مسمى مسلم في العمل في السلوك في التطبيق واقعا هو مسلم اسم على مسمى مسلم ابن عقيل باب من ابواب الحوائج شيء يقول الحسين صلوات الله وسلامه عليه اني باعث فاضل الحسين هواية يقولون هذا ثقة واذا بهذا الوسام هذا العنوان هذا اللقب الحسين المعصوم سيد شباب اهل الجنة الامام يضط يضط اللقب لمسلم ابن عقيل يقول ثقتي واقعا هناك جملة من القضايا الاخلاقية جسدها مسلم ابن عقيل قضايا اخلاقية قيم اخلاقية جسدها مسلم ابن عقيل هو اسم مسلم لكن في الواقع هو حسين 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 اذا قام يعني قام الامام الحسين اذا جلس يعني جلس الامام اذا تحدث يعني تحدث الامام الحسين هو حسين مصغر وجسد القيم الاخلاقية قيم كثيرة جسدها اذ كل قسم منها القسم الاول لما تغيرت الاوضاع وتبدلت وانقلب الرأي على مسلم ابن عقيل او يجي مسلم مختبئ وين في دار هاني ابن عروة مرض هاني هاني شخصية زعيم شيخ عشيرة الى وزن الى ثقلة ويجي عبيد الله ابن زياد يزور هاني هاني التفت الى مسلم يقول لكم اختبئ وراء هذه الستارة والان يأتي عبيد الله ابن زياد اخرج عليه وقتله وتنتهي المسألة وبالفعل يجي عبيد الله ابن زياد لعيادة هاني وقام مسلم وراء الستارة وهاني يطيل اشارات تلو الاشارات يرفع عمامته يضعها ويصيح ما الانتظار بسلمة لا تحيوها حيوا سليمة وحيوا من يحييها هل شربة على ضمأ يطيل اشارات يقول يلا يلا عجل بعدين يقول اسقونيها ولو كان فيها حتفي يقول لا اطلع حتى لو اقتل ما يخالف اطلع ما طلع مسلم ابن عقيد عبيد الله شاه في القضية قام وخرج طلع مسلم قال السيدي ليش ما طلعت تخلصنا قال لامرين الامر الاول زوجتك تعلقت بي الامر الثاني اتذكرت حديث شوف فقيه عالم مسلم بن عقيل اتذكرت حديث الايمان قيد الفتك او قيد الفتك فلا يفتك مؤمن المؤمن ما يخون المؤمن ما يغدر هسا يجيك واحد يتفلسف يقول باب التزاحم ومهم وأهم وفاسد وأفسد يعني ذني ما يعرف المسلم ابن عقيل مسلم عالم فقيه وين اترب مسلم من اي مدرسة تخرج مسلم ما يعرف مهم وأهم ما يعرف فاسد وأفسد مسلم راد يقوم بعمل تأريخي يبقى الى يوم القيامة شخصية يمثل الحسين يمثل الامام المعصوم يمثل حجة الله في الارض ما يصير يغدر ما يصير يخون فلا يفتك مؤمن المؤمن لا يقدر هذا واحد اثنين من القيم الأخلاقية اللي جسدها مسلم ابن عقيل ما أدري شقد بايعه عشرة آلاف عشرين ألف ثلاثين ألف روايات وكانت الأموال تجبى إلى مسلم ابن عقيل يجيبوا لأموال الأموال كلها بين يديه لكن ما تصرف بدرها من واحد تدري شي يسوي كان كان يقترض كان يداين يداين والأموال كلها بين يديه ولما أدخلوه إلى قصر الإمارة يلتفت إلى عمر ابن سعد يقول هذا درعي وهذا سيفي وهي حوائجي انت بيح وقضي عني دينا استدنته لما دخلت الكوفة شان يداين هاي الأمانة هاي النزاهة هاي التقوى هذا الورع الأموال كلها بين يديه يجيبوا لأموال يجيبوا لحقوق شرعية لكن لم يتصرف بدرها من واحد كان يداين هاي اثنين 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 من القيم الأخلاقية اللي يجسدها صبر على الغرب صبر على الوحدة صبر على كل ما جرى عليه لكن ما دمعت عيناه أبدا كل المواقف اللي مر بيها ما بكى أبدا تدري شوكت بكى تدري شوكت لما وقع في أيدي الظلمة القسات الأجلاف بكى ليش تبكي إن الذي يطلب مثل ما تطلب لا يبكي إذا نزل به الموت قال ما لنفسي بكيت ولكن أبكي لأهلي المقبلين أبكي لحسين وآل حسين أنا اكتبت رسالة للحسين قلت لمولاي سيدي يا ابن الزهرة تعال القوم بايعوا القوم أعلنوا البيعة كلهم بخدمتك والآن غدروا أنا شلون أواجه الحسين وراح يجي الحسين ويقع في شباك هؤلاء الظلمة أبكي لحسين وآل حسين أبكي لأهلي المقبلين أو يطلع باب الحوائج مسلم ابن عقيل من المسجد ليس معه من يدله على الطريق شايف جنابك لما تروح في مكان وأنت غريب مجربها الغربة يوم ما مجربها يلتفت يمين شمال حائر وين يروح ما يعرف شوارع الكوفة أزقة غريب غريب ويمشي يمشي يمشي حتى وصل إلى دار تلك المرأة الجليلة البطلة الوفية طوعة الله يا طوعة لكن مع الأسف من يجري وين قبرها واحد من التجار يقول لو عثرت على قبرها لبنيت قب ذهبية على قبرها تستاهل تستاهل واقف على باب دارها ومر عليها مسلم ابن عقيل كان عطشانا كان جائعا كان متعبا غريب غريب قال أمت الله هل عندك شيء من الماء اسقيني قليل من الماء سقطه الماء شرب الماء حمد الله ثم جلس يستريح قليلا التفتت إليه قالت يا عبد الله أولم تشرب الماء شربت ماي قال بلى قالت إذن قم وانصرف إلى أهلك وعشيرتي ليش قاعد وين أهلك وين عشيرتي يقلها وعينة مستديرة لا أهل عندي ولا عشيرة أشوفك الليلة متحرك 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 يقلها وعينة مستديرة لا أهل عندي ولا عشيرة وعمامي بغير ديرة ومثل حيرة ومثل حيرة ما جرت حيرة أنا مسلم الفاجد نصيرا هل لك أن تضيفيني سواد هذه الليلة ولعلي مكافئك مكافئة من أنت أنا مسلم ابن عقيل غدر بي أهل مصركم هذا مؤمنة عدها عقيدة تفضل على الرحب والسعة أفردت له دار خاص لكن وحقك ما نام تلك الليلة أبدا ما نام ما نام بين قائم قاعد راكع ساجد تجي إلى فوعد قل سيدي ليش ما تنام ليش ما تنام قال رأيت سيدي ومولاي أمير المؤمنين وهو يقول إنك صائر إلينا عن قريب يا الله يا الله رزقنا دمعة دمعة على باب الحوائج مسلم ابن عقيل حتى لاح عمود الفجر صلى صلاة الصبح يسمع أصوات رجال خيول قال ناوليني سيفي الطين سيفي أخذت طوعة شجعت شجعت تقل لنهض تقل لنهض لفاكل جيش يا حيد شجاع بطولها تقل لنهض لفاكل جيش يا حيد يردون يولونك يا صند ايد اريد مراجل عمك تعيد يقل هيا طوعد شجعيني وبعم حد ارد ذكريني ابعز مالل جمع لي جيني ما دام صمصام بيميني خرج يقاتل مقتل مقتل مسلم ابن عقيل الليلة نتوجه إلى المولى أبي عبد الله نقول سيدي عظم الله لك لأجرب ابن عمك مسلم خرج يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا كل امرئ يوما ملاق شرا أخاف أن أخدع أو أغر قاتل قتال الأبطال تحير الأعداء من شجاعته ابن الأشعث يبعث رسالة يقول زودني بالرجال بالخيل يقول لبعثتك إلى رجل واحد قتل منكم هذه المقتل العظيمة يقول هذا مسلم ابن عقيل بطل شجاع ضرغام قال عليكم بالحيلة والماكر شيعة الإمام يا من ترجون شفاعة الإمام حفروا له حفيرة غطوها بالدغل والحشيش صاروا يركضون أمامه بينما هو كذلك شيعة الإمام مر على تلك الحفيرة فوقع فيها رحم الله من ناد و مسلم سمع سمع علي الحسين يسمعك رحم الله من ناد و مسلم وسيدا طلعوا مُثخًا بالجراح كل جراحات يبكي بكاءً عاليا قالوا لالآن تبكي ليش تبكي قال ما لنفسي بكيت ولكن أبكي لحسين وآل حسين جابوا جابوا إلى قصر الإمارة وكان متعب عطشان شاف إناء ما قال هم اسقون شوية ما اريد ما ما كان مضروب على شفته العليا كل دماء فمه يسيل دماء أراد أن يشريب امتلأ الإناء دماء قالهم جيبوا لإناء ثاني رادي يشرب امتلأ الإناء دماء قالهم جيبوا لإناء ثالث شيعة الإمام رادي يشرب فوقعت شفته العليا في الإناء أيوة سيداه ومسلماء طببوا إلى عبيد الله بن زياد قال له لسلم على الأمير قال لا لا هذا مو أمير أميري حسين ونعم الأمير قال سلم أو لم يسلم فإنه مقتول لا محالة شيعة الإمام أصعدوه إلى أعلى القاصر أو طوعة طوعة تركض من وراء ظلت تناديهم يهلك فنرحم يجاوبني 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 شجعني ظلت ناديهم يهلك فنرحم هذا بنخ الكر وارح در لا تسحب خلوه يمشي براحة قلب شعبت خاف من الله ما لكم مذهب ولادي صحت يا مسلم يا عظو أمها خجلتي بك اش بيدي اش أسوي انا امرأ اش أسوي لك مولاي صحت يا مسلم يا عظو أمها خجلتي بك اش بيدي وني حرم وضعيف وما قدر أحمي لو يتركونك كان في قلبي وداوي إن كان اسلمت منك يدهم سلم على حسين اسمع اسمع مسلم شي قولها قلها يا طاعب هالبلد ما تحصل سلام أوصيش إن شأن بهالبلد طب ويتام قولي هاي وصي من مسلم الطوع قولي ترى مسلم يبلغكم سلام واجرش واجرش على الله والنبي سيد الكون آجركم الله أصعدوه إلى أعلى القصر ترى أول منزار الحسين هو مسلم ابن عقيل التفت إلى جهة المولى أبي عبد الله ويا ويا زور ويا السلام عليك أبا عبد الله السلام عليك يا ابن الزهرى سيدي إن القوم غدروا بي خدعوني شيعة الإمام ما كاد أن يكمل إلا والسيف على رأس رحم الله من ناد يا و مسلم رحم الله من ناد وسيد طوعة طوعة شوف الناس يتراجعون إلى الوراء يرجعون إلى الوراء قالت ما الخبر هل أفرجوا عن ضيفي هل تركوا مسلم قالوا يا طوعة انظري 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 نظري وإذا بمسلم يجرونه بالأسواق وسيدا ولم قدر قضوا الشاعة أخبار رماه القوم من قصر الإمار ونع على مسلم ها رماه القام من قصر هي الاما يا رأ وبعد طوعة طوعة عدها وصية عدها أمان رسالة دخلوا السبايا وين إلى الكوف أنزلوهم في خرب زينب التفتت إلى سكينة قالت بني سكينة قفي على الباب لتدخل علينا شامت متفرج لطب بين وحد بينما سكينة واقف وإذا بالباب تطرق من عنتي قالت أنا طوعة التي أجارت مسلم بن عقيل فتحي لها الباب هاي شريكتنا بالمصاب دخلت طوعة سلمت على زينب زينب مولاتي صاحت حميدة تعاي تعاي استقبل التي أجارت أباك هنا حميدة ما تدرس صار على مسلم قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية إشراقة حسينية تنير الآفاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر